تحية السلطة عمونية ومرحبا بكم برة أخرى في هذا اللايب هذا مرحبا بجميع المتابعين تحياتي نتمنى يكون الصوت كما تعرفوا دائما لدينا مشكلة للصوت لكي نذهب إلى اللايب فأتمنى أنه يكون الصوت لكي نتحدث أخرى مستجدات مملكة بنانستان تحياتي تحياتي لجميع هناك الصوت على ما أعتقد صوت ناقص حاليا الصوت مزيان على ما أعتقد سيكون مزيان تحياتي خيوس شكرا تحياتي سعد بو علي السلام عليكم تحياتي لكم تحياتي لك صديقي أيضا القاسم تحياتي لك تحياتي الشعب الجزائري العظيم تحياتي كل شيء لديك 5 تحياتي يجب عليهم القاسم الانتخابي ويجب عليهم القاسم المشترك أجد القاسم المشترك للعددين الأكبرين مثلا ستة واربعة أو تمانية واربعة أو تماشى وتسعة ما هو القاسم المشترك ما بين ستة وتسعة وهو ثلاثة قاسم الانتخابي ردتني في السنة الرابعة لأننا نقرأ المضاعفات والقواس وكان الأساتسون يقرأون أنا أظن أن الكثير من الناس الذين يحتاجون البرلمان لا يوجدون البطار لا يوجدون المشترك لا يوجدون المشترك لا يستطيعون المشترك لا يوجدون ما يسمى بيجيك ماتماتيك أبسط يعني قواعد الرياضيات لا نعرف ماذا فأعطي القاسم للسعود 15 عيش هو 9 عفوا هو 3 فأشياء نقول لكم ردتني الداكرة لهذه القاسم مشتركة للأعدال وبنسبة للقاسم انتخابه هو بأن هذا مخزن يعني أزمة داخلية فهو يعني كما تقولون بغير الحزب العدل والتنمية يعني الموش الطابة يعني الإخوان جياد والذي يحطون المخزن يتحكوا على المغربة وكذا أنا والله أخوتي إتاب فرحان أنهم الموش الطابة يعني الدروس يستحقون أكثر من ذلك يعني أنهم أندال يعني أندال يعني فأشياء نقول لكم هذا القاسم انتخابي هو بحالة تقول لدينا حزب كبير وحزب صغير الحزب الصغير يعني مثلا ما يكون يجيب أصوات أكثر من الحزب الكبير ولكن في نفس الوقت يقدم الحزب صغير يجيب أكثر مقاعد أكثر من الحزب الكبير على حساب يعني قد تقولون الحزب الكبير أنه في الموضة الكوبرا قد يحقق نتائج كبيرة أما بالنسبة القرى أو كما تقولون الموضة الصغيرة وكذا فأدقوا الحزب الصغيرة يجيب أصواتها وهكذا يعني يعني العلويين يعني المخزن يعني المنظومة السياسية كاملة وتصبح يعني العملية الانتخابية عملية مزورة لأنه في الأخير لدينا أحزاب كما تقولون أحزاب القصر يعني أحزاب إدارية الشارع القصر لأن هذه الأحزاب كاملة التي جاءت في المغرب كل هذه القصر كل شيء يقولون التوابيت يقولون أنهم وراء سيدنا وتخرجون وتقولون معارض سيدنا والحكومة سيدنا هذا شيء يدرون يعني في التلفازة يعني تشيرها للكوميدي يعني يجيب واحد الجيل سيبدأ يشوف يعني بحالة الشيء يبدأ يشوفه بحالة الكوميديا السوداء يعني لأنه بؤس يعني ما يعيشه المغرب اليوم هو بؤس سياسي بؤس 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 مؤمن الموضوع ذلك جيتنا إلى الجلاد والإرهاب الأول في المغرب وهو الحموشي همتيني مؤخرا نخرج واحد المؤتاء قال لدووزي يعني 12 عام في المغرب وهضر على أنواع التعديم التي تعرض لها ما بين أنهم قلصوا على القرعة أي اغتصبوا بالقرعة تم اغتصابه بالقنينة ثلاثة ثلاثة المرات تصورهم هذه ثالية في نصنا النظام المجرم أصبح يعني يجلس الناس على القنينات ويستغل يعني لا قالوا الإرهاب لا حالة طوارئ ككل يعني يستغل كل شيء ف لكي أقول لكم المجرم الحموشي أنا أقول لكم شخصيا هذا سيعتقلوا يعني حتى مقصر سيتم اعتقال الحموشي الحموشي والجلادين غير نحن نعرف كل عين الحموشي العين الحموشي هو هو محمد الستان محمد الستان محمد الستان ويتشاهدان بصوره في الفيديو لأنه قصر ثم تم تعينه بمدير المخابرات أما الرئيس المخابرات المغربية هو محمد الستان لا يوجد رئيس المخابرات هو محمد الستان الرئيس هو محمد الستان والمدير هو ياسي المنصري هذا يعني هذا العصابة التي لديها مخابرات هذه العصابة تتحكم تصوره معي إنسان اعتقله و حيدوا لي حواجه كاملا يعني نزعوا لي كل حواجه وتجمعوا عليه كما تقول لكم لماذا نسميها بلاد الضباع بلاد الضباع يعني لماذا يكون سبع بوحده تجمعوا عليه يعني 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 وكذلك مغرب يعني الجبن الجبنة هذا الكلاب للحموش الذي لم أعرف ما يتم اغتصابهم قبل يعني ما يتم اغتصابهم كما تعينهم كمخبيرين وكبوليس يعني في المخابرات لم أعرف ما يتم اغتصاب هل يتم يعني اغتصاب البوليس حتى أنهم يقومون باغتصاب كل من يعتقلون يعني أنا مهم أنا جديد الفكرة بأنه يتم اغتصابهم تحيدوا له الشرف يعني ما يبقى عند بابه الشرف لا يقولوا فكره يعني وتتقول عندهم واحدة عقلية انتقامية في كل ما هو يعني أي واحدة تتقد الدولة المخزانية عبارة معلمة شعرد ولا عبارة على واحدة المجموعة الإرهابيين والعصابات خلافة للعصابات التقليدية والمافيا التقليدية فالعصابة الخزانية عند برلمان عند الجيش عند مخابرات وكذا فهذه أخطر عصابة تتزي في تاريخ المغربي الحديث هي هذه العصابة الخزانية ونحكم ونحكم الأعضاء والرؤساء لها ونحكم لتصورة معدبة هذه المخابرات هذه الميضة التي يدعي الوطنية ودفاع الوطنية ونحكم يقولون اعتراض الجزائر اعتراض الجزائر اعتراض الوطنية لديهم وعندكم الناس تغتصب بالقراءة وعندكم البوليس في الفيسبوك البوليس السري هنا مجموعات مجموعات يدخلون يبدأون يكتبون قراءة وكذا يدخلون ويكتبون ما يدوم على القراءة ويقلب على القراءة ونشروا حتى أصبحت القراءة شيء عادي مغربي دائما عندما يفكر بانتقاذ المالك فهو أول حدثة الدليل فراثه هناك قراءة هناك اقتصاب هناك تصور معي إلى مدى وصلت السادية للميضة المخزاني الحقيقة فالحموش مجرم من يرتكي بجرم اقتصاب حق يعني معتقل أعزل فهو هذا يعني يعتبر ما الجرائم للإنسانية ويحاكم عليها القانون الدولي ونحن نجد التفاصيل في هذه المسألة القانون الجديد الذي يوجد في أوروبا يسمح لكل شخص أن يتابع هذا المجرمين هذا الجلاد تصوره معي حاكمين بالاغتصاب جاء هذا الكلب محمد السادس هذا الحيوان لا يحترم دين أمه لا يكتب على البيدوفيليا وفي نفس الوقت يدعي الوطن إياه وأنه يدافع على المغرب ومصالح المغرب يدافع على مصالحه ومصالحه 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 الحقيقة محمد السادس أصبحوا يوزعون يعني الصقوق الوطنية ويخوّنون من يريدون ويعطون يعطون يعطون الوطني الذي يريدون ويخوّن الذي يريدون وكأنهم يقولون بأننا نحن مربوبة مربوبة من هذه البلاد وانتم مع بلادنا وما عندكم ما تفعله لكل جيل الرجال كل جيل الرجال من الجمهورية المغاربة لا يوجد شيء معارضة في المغرب كامل لا أعتقد بأن هناك معارضة بالمفهوم المعارضة لأن في الشيخ يخرجون يقولون تغتصبوا بالقراءة وتترى هذه الثقافة القراءة التي انشرتها محمد الثاليس لأن أي شخص يتكلم يهددون بالقراءة يهددون بالاقتصاد هنا ما أقول لك هنا ما أقول لك ما أقول لك تتمحى كل شيء هذا القيام ومعارضة الكلام ومعارضة الأكاديمية وكذا ندخله في حرب إعلامية نظام هذا لتفكيك ومعارضة 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 هذا أقول لكم ماذا عندي ودراسة لأن إنسان تنقرأ علم الاجتماعي ومعارضة لدي كتب كثيرة تخص علم الاجتماع وعلم النفس ومن خلال التتبع الصفحات في فيسبوك أو في اليوتيوب أو أي شيء ومعارضة 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 إلى أين وصل ومعارضة لكم أنه مخصص جيل الإعلامي الذي يمارس بخزن إلا أن أنا كشخص لدي أمال كبيرة في هذا الجيل هذا المغرب لأنه جيل يعرفه من أين الكراتي ونهار هذا جيل فرصة لكي يقصم الظهر المخزن سأقول لكم لا يوجد شيء لا يوجد شيء يوجد رغم ما الذي يحاول يوصفه هذا الجيل بأنه جيل مدجان وكذا إلا أن مسألة القيام ومسألة الأخلاق عند المغربي ومعارضة هذه لا يمكن تجهينها ولا يمكن لا يمكن المخزن لا يوجد ذاكرة للشعب المغربي فالجينة يعني الجينات أن المخزن ظالم يوجد في أعماق وأعماق كل المغربي كل المغربي كيف ما كان ساكتا أو كان مطبيلا أو كان مهلا أو كيف ما كان أو كان معرفة كلهم لديهم الجينة أن الدولة المخزنية دولة ظالمة لا تستحق أنها تبقى على رؤوس المغربي فاذا نقول لكم فاذا وصلنا إلى النبو أن الناس تختص بالقرعة تصوروا معي الرجل قالس في حوار هذا ريفي تم اعتقاله واذا نقول لكم أمتي هذا مسكين وقال لك شدوه عدبهم جيدا فهمت فهمت وحتى يصل الإنسان إلى المرحلة التي يزوجهم ويتوسلهم يقولهم عافقهم فهمت هذا الخطاب الديني يقول لهم لا تخافوا الله وكذا وكذا يقول يزيد الموقع وتجمع لها الكلاب كاملا لماذا أنا أقول لكم أن تنكروا لتلك البلاد والنظام كاملا لذلك هي وكاملا أشد لذلك لذلك وكانت مرتبط لذلك فهمت المتلك كاملا فهمت شكرا لذلك على الصور يعني قصيل احبب إذا فعط ما هي الجلادة الحموشية؟ يبديحونها في تعذيب المؤتع لأنه في الأخرى، لأن السيد لم يديره ويقولون أنه لا أعرف ما أقول لكم؟ لأن هذا مسألة المحافظة الإرهاب في المغرب الذي يدير على الجيد ويزب العادة له أصبحت بحالة شركة أصبحت بحالة شركة ما أقول لكم؟ أصبحت بحالة شركة تتبزنز بها تعتقلون الناس مثل ما لديهم أي علاقة بشكل وتعذبوه وتخرجوا منهم أقوال ما كان أي شخص تحديد إبراعي يسيني لك على ما أريد وينبغيك على ما أريد فهما تحاربوا هذا وخواهم ما كانوا وخواهم ما يصنعون إذا أصبحوا هم من يصنعونه وتتهموا الأبرياء يقدر الإنسان يكون كما لا أعرف المحمد الحاجب في الظلمان الذي يدعو السنين في المغرب والعذاب وكذا وكذا أنا أخرج في حال الله وقال لهم وأرى الفيديو والفيديو الذي يصفتوه لانتربول تصور الفيديو وشدوه ولد الحرام تسحبهم وكأنهم يعيشونها وكأنهم يتعاملوا هذا يظهر بالمنموس كيف تشتغل هذه المنظومة المخاورات بالفساد بالفساد فما يرى الفيديو المحمد الحاجب ويقصوه وقصوه وأحبموا يعني مزلون والمومتاج كذلك لن أعرف لن أعرف ما أحدهم بروفينيون ليس لا يعرف يعني أنهم يفعلوا ليس ومصفوا وينغروا وحبتوا كما تحرك المحمد الحاجب وكذا هذا لن أعرف يعني الكالاخ دي لدى الناس وصيد باولان تلقل يعني مؤسسة مرموقع مؤسسة دولية محترمة عند اعتبار وبغاوهم يسلمهم شخص مدير والوالو لأنه يضعو إلى العنف سيتي درع للتضاعر السلمي وكذا التضاعر السلمي ربما كان عاني في ملقاب ربما راجع المواقف دياله وانتو ما يريدون دي ملقوشة الدين على هذه اللعبة انه انسان كذا وكذا وكذا فهذا كنت تعرف وصيفت هذا الشيء بلاحش مبلح وعرف ان هذا الشيء يجب أن تتعرف لأن المؤسسات في أوروبا وفي أي دولة يجب أن تتعرف البعلومة لا يمكن أن يأتي بنادم يأتي البوليسي يشدك ولا يعتقلوك ولا يسلموك وغير أنهم يتأكدوا فمثنين أنك متاع فمثنين عندك كما تقولون تكون عندك واحد لأن هناك إثبات فمثنين 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 لقد حضرت المجلس الحقوق هنا تنظر على المضايقات التي أتعرض لها منذ سنة 2018 فمثنين وكما تتعرفوا بأنه يختار قصة صفحة وكما تتعرفوا والمخابرات المغربية تخطروا وكما تتعرفوا الجرائم التي تتعرفوا وأنا أتكد أنه لم يتعلقوا لا تتعرفوا كانوا تضحقوا ولا تقولون وتضحقوا وكما يتعرفوا مع انسان عالي انهم هرسوه او لا يقول اي حاجة نبغي ندرام او لا يخاف او لا يستطيع ان نعيش بالتزاز ولا يستطيع ان نعيش بالخوف لان الانسان كل انسان يخاف هناك فرق بين الانسان الذي يخاف والشجاع والانسان الذي يخافه جابان هذا هو الفرق بينهم لان اي انسان تخلق في الدات وفي الروح وفي النفسية يوجد تعبير المعناوي الخوف انسطاليفير ويوجد ان الخوف تتحكم عليه في حياته ويوجد ان تعرف كيف يتعاول مع الخوف ومخاطئ وكذا لانه شجاع تريد ان تعرف وانك تريد ان تعرف وكذا 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 كان هذه الأمور وكذا تقرأ لها وكذا وكذا قالوا انا صافي قرناها لا تستطيع الحساب في الفيسبوك تستطيع الجرائم التي لا تستطيع ولكن انا كما تقولون شجلت كل شيء ورغم ذلك لا كانت يعني كافية انا شخصيا غير كافية لانا قلبيتي ضررني لا تستطيع الحقيقة لانت تحقيق وقت بعدك وكذا حتى يزيد على عام ونصف من البحث وكذا وكذا لانت وصلت الى نتيجة وقلت المجلسة ومسكت المخزن سيفطولي الصحافي مؤخرا شاهد السعادة أعرفك لما نحن مختلفين لا تستطيع أن تقولي أنا معك في فضح النظام المالكي لكن القضيات الصحراء وكاعدار الصحراء لا يوجد ذلك ستعرف هذا عندما تدعم المخزن المخزن الظالم لا يوجد شيء قضية وطنية المخزن المخزن يكون وطني بطاة المخزن كان وطني ومعك يكون والصحراء لا توجد ذلك لا توجد ذلك السعادة والصحراء هو المخزن من أجل الأرض ومعك يستحق لأن تتعرف أولو في الصحراء وتمشيت لما تضعك تقريباً ساعتين من المقانات والمعبة فأنت ترى البنار ميتة بالخصوص أن تقول لك أمة الشعب السحراوي ضائعة ومشتها ما بين مخيمات عزوك ومناتك المحتلة من طرف المغرل أمة 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 لا توجد أئلة السحراوية لا تجد شيء شهيد أو شيء هذا ما هو حقائق ترى بوليزائي أو شعب السحراوي لا تتعطي رشاوي الدول لتدعمه جميع الدول الأفريقية والأوروبية التي تدعموا تدعموا يعني تدعم مبداعي فأنت لا أعطي فيها لا جوجة ريالة بينما المخزن لك الذي يدعم أن السحرا الغربية ومغربية وكذا فهو تعتر رشاوي وكذا وانت ترى شيء هذا بأينك وساكت ولا تتعطي علاج لأنك تقول عانيتهم فأنت نحن يجب أن نكون خبيتين في كل شيء إذا كنت تدعم على واحد القضية قضية عالية لا يجب أن تستعملها بحل الأسالي إنه يجب أن تستعمل بحل الأسالي بحل الأسالي وكذا أو شرع الدماء وحل الأسالي وكذا فأنت تعرف كيف تتبيل العالم بأن هذه المنطقة مغتصبة يعني استعمرها وكذا أقول القضية للسحرا الغربية وكذا قد تستعمل بأن استقلال السحرا هو نهاية الحكم الملكي السلطاني العالوي الداعيشي في المغرب وكذا قد تستعمل حتى حزق الله من التراوات الداخل المغرب وفي نص الوقت باقي التراوات للسحرا التي يستعمل منها أبناء الغير الشرعيين المخزن المخزن كبير المخزن فلا تقوم بإعطاء هذه الدورة في الوقت وكذا تقول لي هذه المخزن 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 تقول له أنه لا يوجد هذه الفكرة لا يوجد معادي الفكرة المعارضين الذين كانوا من قبل يوجد معادي الفكرة لا المخزن التراوية أخذ أحمر أخذ أزراق أو أبناء فساجي كلهم تقول له والشعب تهو ناس فأنت أرى إذا كنت أرى السحابت معادي الفكرة ومعادي الفكرة ومعادي معادي ومعادي خزن كما لدينا في أعراض ابسلام الموده الذي صوت على جزائري لأنه يسمي وفنش الفيفا ومعادي يضرب لي في الوطنية وكذا لأنه مخزن المخزن الذي يغير وطنية على المقاس و تريد أن تكون وطني ومغريبي وكذلك فهذا يجب أن تكون معقصه يجب أن تكون هذا المخزن يجب أن تكون مخزن مخزن يجب أن تفكر لي و أخوّمي سمح لي يا سيدي سأتبول علي وهذا يجب أن تكون مخزن سأتبول علي جبيع الطابعات المخزنية سأتبول عليها سأتبول عليها من أكبر من القلمة الغارة و أنت نزلت إلى تحت حتى العيّة الشديدة لا نحترم شديد أمو لا يوجد ما نريده لأننا نحن نضحيه نحن نضحيه نحن نضحيه و نضحينا وكذا و يأتي الكلب و يبدأ يتهمني و يتهمني بالخيانة و يتهمني وكذا وكذا و أنا سأقول غير إيه سأتبول أنت، أنت لا أتهمني كذلك المخزن هذه هي التقافة المخزنية الحقيقة تأتبول التقافة المخزنية الحقيقة لا تهمني و لا تضرني لذلك المخزن يتهمني يوجد رجال الذين يفضحونها عالميا ، يوجد رجال البوليزاريون الذين يسدعونها مبالا في الدبلوماسيا في أوروبا أو في كل شيء هذا مؤخرا يريد أن يبتز ألمانيا يريد أن يبتز ألمانيا ما هي ألمانيا ؟ ألمانيا هي دولة تترسم السياسات الخارجية في أوروبا دولة قائدة في الاتحاد الأوروبي وتخرج محلل مخزاني تتحدث على أن الألماني لا تحتير عليها لم تنقذ اليونان ؟ لذلك كانت أزمة في اليونان فأنت تتغرق لم تنقذ ألمانيا ؟ لذلك كانت ألمانيا لم تنقذ بورتغال ؟ لذلك كانت أزمة في ألمانيا ويأتي أحد مكلخ مخزاني حقيقي يقول لي الألماني لا يوجد شيء تأتي ويستعمر المخزاني لا يوجد الأسلوب يريد أن يضفي اليهود في هذه القادية يريد أن يستفز ألمانيا أكثر وأنا قلت لكم سوف يجب أن يدوز هذه الأسبوع أو هذه العشرية ويجب أن يجب أن يسمي أزمة ما بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لماذا ؟ لأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف المغرب في الصحراء الغربية لا يعترف السيادة له إلى الصحراء الغربية لماذا ؟ لأن هناك أمور من بينها لا يمكن أن يشرح لك أن المخزاني لا تعرفوا ليه سوف يغتشونه سوف يجعل الجناح وأن الناس لديهم مسؤولية وأن ترى على الماذا الباعد كما كانوا تعرفوا بأن الشعب السحراوي لا يدفعوا على الشعب السحراوي هناك جميع المنتظم ويسمونه جميع الجمعيات المدنية هنا ومن ناحة الأحزاب السياسية كلها في أوروبا تدعم هذه الصحراء الشعب السحراوي الصحراء الغربية تدعمها ولا يمكن أن يدخلوا في مؤسسات بحل القضاء بحل هذه القضايا هذه المنفات التي كانت في أروقة الأمم لا يمكن أن يدخلوا فيها لا يمكن أن يدخلوا فيها لا يمكن أن يدخلوا فيها وعندما أفتح البارح كان هناك 150 مهاجر إفريقي حلهم الباب أن يذهب إلى السبتة لا يمكن أن يبتز في الهجرة والغير الشرعية في الحراقة لا يمكن أن يبتز وهذا ما يدخلوا ليس في صالح المغرب وألمانيا في أي مغربية ستدفع فيزا لأن المشكلة مع ألمانيا خطير جدا أن المخابرات المغربية تتجسس على ألمانيا وهذا مشكل خطير جدا أي شخص ستدفع فيزا ستدفع فيزا وهذا الشيء يخرجوا على المغاربة وهذا الشيء ليس في صالح المغاربة ألمانيا مؤخرا لم تكن أصحبها في الأزمة الكورونا العشرات من المغارب ألمانيا هي المغاربة التي تكون تحتوي على النور من الطاقة الشمسية في الجنوب وهذا الشيء وهذا الشيء ولكن ألمانيا كان هناك ناطق الجنوب لا ضب لا مغ فرص كان المهم ولكن العيش لا أعلم لا أعلم سواء كائنا كائنات حياتها فوق القضاء لكنها مينة لا أعلم لا تنهضر لا تنهضر لا تنهضر لا تنهضر وإن أحد يأتي سوف يفهم القلب سوف يفهم اللعبة سوف يفهم ما يكون في هذه الساعة ربما سوف يتناقش أما حاليا سوف تضيعوا في الوقت وتضيعوا الأجيال صعب هذا الشيء كامل تنهضر انتخابات انتخابات ما تنهضر صحبه والمالك شارع الحزاب كامل ما تنهضر لماذا تنهضر البرلمان يستطيعوا وفلوسه يصدقها للشعب منذ الخمس سنين يصدقها للشعب لا تحتاج إلى حكومة أو القصر أي حكومة انتخذ في المغرب فهو تنهضر هو أما الوزير الخارجي الضغر هو الهم هو الذي يسر على الإمارة الذي يسر المذيب على السعودية مع السعودية متوترة فهو الذي يمشى لأنه يكون صفت برويطة ويجب أن ترى الولي الآد السعودي يقول لي بصفتة لي من يحكوك يعني الصفتة لي هو الوزارة الخارجية الفريق الوزارة السيادية المالك التي تشدها في حال الداخلية اليد الواطشة للدولة المخزانية شكور الفتاة والفتاة والشين تعمل شي حزم لا تفتاة فتاة 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 مالك لماذا نحن نقوم بشأن الانتخابات؟ ولا تدخلوا لكم الانتخابات؟ ما هو القاسم الانتخابي والقاسم مشترع وكذا سوف يدخلوا لكم أخنوش ما هو الأحرار والأشرار؟ مقخرا يعني يدخلوا في الأمازيغ ويقادوا من هنا ويهنسوا من هنا وكذا وكذا وشي الأمازيغ في إعلان شو معهم يتحكوا على رأسهم ويقادوا إلى هذا الكامل ما أقول لكم؟ هذه العباس ماذا تحكمكم أخنوش؟ شي كمية وطنية وعنده الفلوز يقوم بأصوات فالتجاج والحم والبرقوق والعياشة يطبل وكذا ستسلل بابا هذه الانتخابات ويقضي المشهد السياسي المخزن ويبدأ في الطحين فتكون فرصة واحدة أنا تقول بأن في هذا العام ستتنود احتجاجات كبيرة في المغرب ستتنود احتجاجات كبيرة السبب هو أن المغربة لا يعرفون من يتحدث فضحاته حركة العشين فضلايا فضحوا الحركة الريفية بعد زائد الفضائح المحمود السادس لسميسو أنا لا أتسبع لأنه ربما يتنازل على العرش لولده في هذا العام لكي يدوز هذه المرحلة لأن هذا الشيء الذي يتدامه كي يتبلي أنا بأن يتدام هذا الحل هذا وهو يتنازل هذا العرش يأمى الخوه يأمى الحسن قليلشا فإن قليلشا سيقول ملك هذا العام ويقول لكي مدر ملك ديس أنا شبالي هذا هو البلان لكي يدوز هذه المتخابات ويقول لك الحموشي ويضرب كل شيء في الحموشي لأن الجلد الكبير لأن الحموشي لماذا عينه المالك لماذا عينه المالك لأنه يطبق الأوامر لا يسول لا يدواله يعني إذا كنت تفهم من هم رجال الدولة وكيف يخصومونه رجال الدولة لا يسولون أسئلة خصوصا في هذا إذا رجعت وقرأت الحكم السلطاني أتعلم كيف كانت الحكم داخل السلطانة تفهم ما يجري في المغرب فرجال الدولة في الحكم السلطانة تكونوا ناس لا يفكرون لديهم مولاء واحد هو السلطان يعني يرتكبون جرائم باسم السلطان السلطان تقولون أنا في خاطر الدولة في خاطر تتعاملوا بذلك أسلوب هذا لأن الولادهم والسلطان واليد التي تتوكلهم هذا شيء مولده وقعده في المغرب خلافة الدول الديمقراطية مودي المخابرات تنتخبوا مجليز الشعب برلمان أما الحموجي لم يأتي عن طريق البرلمان يأتي عن طريق تعيين من طرف المالك ويأتي الجرائم تكبر باسم المالك ويأتي حسن قليلا سوف يمسحون فيه يعني لماذا تشاهد الهم أن يختفى عن الأنظر يعني قبل 20 فالبراعي كان ديمة في الواجهة الهمة كان ديمة تشاهده في الشمال أو في الجنوب كانوا يدرون الحزب الواحد ويأتي بأن حزب واحد يقول لي يحكم في ذلك البلاد ويأتي مصدق ماذا يمسحون فيه ومثلت خرجة حركة 20 فالبراعي كانوا يرى فتحات الهمة فتحاته وفتحاته يعني القبضة يعني الأمنية دياله في البلاد ماذا يدرون المالك يجرون لتعين الحزب العدل والتنمية في فئاس الحكومة في نفس اليوم المالك عينه مستشار مستشار يعني لماذا عينه مستشار لكي أعطيه الحصانة القانونية وأنه يكون منزم من المتابعات القضائية تصوروا معي جميع المستشارين المالك عندهم الحصانة القضائية لا يمكن أن تشي واحد كيف ما كان نوع دياله يتابعه وخيضروا الجرائم التي تدرها لا يمكن متابعتهم البتة وخيقتله وخيضروا 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 لا يتابعه القانوني فالهمة من بعد ذلك فهم الفهم اختفى عن الله تفضح السيجن تماري السير الذي كانت تقدمه في الناس تفضح بل ذكرها شركة جزارة صنعها محمد السادس للانتقام من المغاربة فهذا المالك أكبر لك لك ولد لقاف هذا التاريخ المغربي جاب مالك فقراء وجاب العبادة في 2000 نحن سنة جاء يقول لك سنصنعوا مغرب جديد عهد جديد سنصنعوا مغرب جديد سنصنعوا مغرب جديد سنصنعوا مغرب جديد أو الإعلام يقول لك المالكي يجري من الجنوب إلى الشمال انظروا إنه لا ينام أوه 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 وداروا من هذه الزوبة الإعلامية حتى المخزن قليل سنوات الرصاص نحن من هذه إنصاف ومصالحة وكذا هيئة إنصاف ومصالحة بحكة مزيئة الفيلم خرجوا مزيئة وروجوا خارجيا بأن هناك تحول وكذا حتى كما تقول ضوخ الشعب داخليا وضحك على المجتمع الدولي الخارجية وهو يرجع بالقرضة الحاددية أصبح الاعتقال والاعتصاب ورجعت الجرائم بطريقة أخطار بما كانت عليه فعال الحسن الثاني لأن فعال الحسن الثاني كان جرائم من طرف النظام كانت تعرف وكان معروف بأن الحسن الثاني قتال سفاح ديكتاتور أما هذا وضو كلفة تروج فكرة خارجيا وفي نفس الوقت تقمع داخليا وفي نفس الوقت تصنع واحد الإعلام أن تزيل المغاربة ويقرون بأن هناك مغرب آخر حتى أصبح مغربي لكي يرى في التلفاز المغربية تتحب رصور عيش السوء والله تتفرج دوزين ويقرون الناس يموتوا مثلا في جميع دول العالم لا تعرفوا أن يتكلم تصور تكون الفواجئ مثلا الشباب الذين كانوا تحرقوا في طانطان فالحافلة الذين عقلتوا على هذا الحدث والناس الذين غرقوا في الفيضان في الطانطان هم أو الطاطا لم يقل هذا وفي نفس الناس في الدول المتحدة التي تحترى المواطنين تنكس أعلامها ويكون هناك حداد على أرواح في الحياة في المغرب الدوزين لديكم 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 بحلوة كأنهم يتبولون عليكم ولكن أنتم ماغين أنتم مراء ما أقول لكم أنتم ماشيين هناك فهذا هو النظام لكم لذا نكمل فالجرق بدل قفضة الحديدية جاءت حركة عشرين في برايا فضحات المشطرة المالك يترين من هاتف أنت يترك الدرس لا تلعب من خلف الكواليس فهذا الهاتف يشهد المغرب ما تتعرفه؟ المالك لا تتصغر مالك ما تتعرف العالم لا تتعرف ما يتعرف أمريك أمريك هناك أشخاص من السياسة أعرف غير سيني كما قالوا لي هذا الورقة التي تأتي لي قالوا لي أرى أرى ما أفعل هذا الفيديو في لك لقد أرى أنه لم يكن هنا لم يكن هناك من العالم لم يكن أصوّق لكم هو الفلوس يجبوني يقول لي أقارونة زمان فهذا الهماً أرجع إليك، أرجع الوارد هذا هو الحموشي مقافي في نفس السيطة إذا يأتي قليلي شأن سأقول لكم سيكون هناك تنازل هذا العام هذا أن الماليكي قد يتنازل أو سيتنازل الحدث الذي يقول لي أنها 85% أو 90% أن هذا العام هذا سيتنازل وعلى الحكومة لأنه لن يستطيع الاستمراء في هذا الشكل فهذا سيأتي ويأتي لكم العفو على المؤتقلين في الريف وسيأتي لكم الحموشي الجلال يقول لكم أولاك أنت يحاكمه دين المدول بصري ديالة 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 القرن ديالة العهد ويأتي لكم ويأتي لكم ويأتي لكم واحدة للبهرجة الإعلامية ويأتي لكم العالم الجديد يعني من نسخات حسن قليل ويأتي لكم ويأتي لكم اتجنزت ويأتي لكم ويأتي لكم لا يوجد أحد يبيع الزابون أو تصويره يقول للمالك يعني أنه يوجد البلد ويزيد الإعلام يجب أن يسعر في كل الحياة فهذا يوجد هذا الوائل الذي يعمل عليه ومعنى الناس الذين في الخارج يريدون أن يشربهم يريدون أن يشربهم يريدون أن يشربهم ويدخلهم بشي حيث ويدخلهم بلاياس وكذا هذه الخطة لهم لا يوجد شي حلقة وقضية تطوية مع إسرائيل لديه علاقة أكثر بقضية السلماء المختفية الأميرة السلماء المختفية لكن يتعرف أنه يوجد 5% من أتفاقية التطبيع يعني الـ normalization الـ relationship with Israel تقريباً الـ 50% كله حول قضية السلماء لأن هناك شيء غريب يحدود صورة هذه السلماء سلماء للعياشة كنت يقول لك أميرة المغاربة أنت تحبوها يحبوك الملايين لا يوجد شيء يضرع عليها لا يوجد شيء جدا وإذا كانت أخت المالك والمالك وقليليشة حسن وأخرى شيء من أغناب يتعلي في الألم ومهم أنت تقولون أنت لماذا فهذه وما يقولون تكبير بهم أو تقول لهم أما إلى الأميرة السلماء لم تكن شيء يبدوها نهائيا لم تكن يعني محبوبة الملايين و الجماعية وكذا لأنها قضية ولت سخونة بجمع لدرع لسلمة سالصحافة التي تقول الوطنية وكذا لا تصور معي هذا الملك جابت الأميرة من الشعب صراحة يا رب من الشعب من أسرة متوسطة وكذا فجاب قدما المغاربة أميرة المرأة كما تسميها The First Lady أعطيك The First Lady في أمريكا يعني جو بايدن رئيس الأمريكي الجديد جاورانا السيدة الأولى في البلاد هي السيدة الأولى قدمها للمغاربة والمغاربة لا أعرف يعني ما يقع على سلمها ما يختلف أنا أتفاني لك القدير الذي يقع على سلمها ربما يحدث مع سلمها الله أعلم وأنا من هذا المنظر أتضامن معها كمواطنة مغربية بغينا نعرفه يعني أين هي السلمة وش ميتة وش عية وش كذا بغينا نعرفه قتلتها أخر فقلوا قتلناها ومن حق أي مغربة أرب لأنها كانت عيشة أموال دافع الدائب فهي تحتى مسؤولية المغاربة فقلوا قتلوا وش ميتة هذا البروتوكوري داخل العائلة الملكية العالم كامل لا يمكن أن يختفي أميرة من الأنظار بدون أن يطرح لك التساؤل أين هي؟ ما يقع على أميرة السلمة؟ ما يقع عليها؟ مواطنة مغربية نحن ضد ميظامة السياسة ولكن هذه الأميرة السلمة لم أردنا شيئة صراحة قال كان سيدة تتحارب يعني تتشتغل داخل جمعيات محاربة السلطان وكذا وإنسانة مطقفة مهندسة يعني كمبيوتر وحتى مؤخرا فشمات الجدة لأن السلمة لا كبرتها ما هي كبرتتيما كمبيوتر الأمها التي كبرتها توفيت ولم تنمش لم تنمش لكي تزورها وتعزيها ولم تنمش لأن العزاء الموت للأمها التي تعتبرها أمها التي كبرتها فهنا في الأنظار تتساؤلات ماذا حدث لسلمة؟ أين هي سلمة؟ هل تم سجنها؟ أم هي تحت الإقامة الجغرية؟ أم تم اغتيالها؟ أم ماذا؟ هذه أسئلة من حق المغربة أنه لم تترحوها و هذا ليس يعني ضرب لأن المخزن ترى هكذا تقول عادو يريدون زعزع تستقرار البلاد المخزن المخزن يرتكب جرائم و هذا أولاد محمد السادس يرتكب جرائم و كنت كم مغربي لا يوجد حق التساؤل ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ هل هناك ضربة القطار أم قتلته المخابرات؟ هذا تساؤل لا لا يمكنك أنت مغربي ليس لك الحق في التفكير و لا يوجد حق لك تطرح تساؤلات كبيرة منك أنت ماذا حدث؟ رغم أن لا الملاكين تتعيش من أموال دفع الدرع المغربة و هذه البلاد لا يوجد أضبه هذه البلاد لكل مغاربة الصميفة و هذه الجبناء التي تتحدث مجرد الجبناء نقولها لكم أنا أريد أن نعملهم لا أحسب هذا الأسلوب و تنشتقرهم هذا الأسلوب لأنهم جبناء فعلا وظهروا لي الجبن كذلك مرة دولة تتعيش بالبتزاز و تصوير الناس عارين داخلهم طيلات و تتزوم بفيديوهات دولة تتشري دائما صحابين أجانب و يددوك لأنهم يحضروا على الاستوار في حالة أن هناك صحابين لا أعرفوا أنهم يقوموا على الاستوار لا يقوموا على الاستوار أنا سأعرف إذا يتعرضوا يخرج يقول لي ها عندك داليل لا تتعرضوا أنا لا أعرف أي شيء من غير إلى ما كان لديه داليل هكذا هذه العادة هكذا المنطقة أما العياشات يجب أن يرى غير المظهر أو شيء يقول يصب فيك يقول لك شاب أنا ولد الشعب لا أعرف ولد الشعب فأنا كبرت بالمرقى والعدد السلوب لا تزيد علي وما أنه يكون أنه يحيشعب يقول أنه يزيد من الأفوك أين تنظر معك عادي كل واحد يعني وعلى 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 أنا لدي قاعدة سياسية وعلى مبادئ تدفع لها وأنا أعرف هذه المعركة بعد حمير محمد السديس معركة خابية جدا وتعرف أنهم تحلفوا هكذا 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 أعرف أنني ليس نشاط السياسي سيزيد على سنوات سنوات بل أكثر من عقد من الزامن أبدا ساعة كنت ليس طفولة وكذا هكذا أعرف هكذا هكذا أنا لديهم جواب كثير هكذا أعرف أنني مستهدف وأنني أختار قوتي فعلوتي وكذا لا أهمني ومغير أقول لكم أخبركم الحموشين للصاركازم وأن الحوايج لا تتشل هكذا 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 رسالة أعطني صعافة لا تكبر على هذا المستوى لأن لكل مقام 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 هكذا وأي حاجة أنا كشخص كمناظر لأن أنا لا مناظر ولا سياسية قليلة لا يمكن أن نتاصب الجبهية الحقوقية ونذهب من البيروقراطية ونقوم ونقول لهم مشكلة ونصبح ونصل إلى المجلس الحقوقي في جينيو أو الأمم والتحدة ونحن لدي الحماية الدولية لدي الحماية الدولية لدي هذا لدي عارة وشكل أخرى لا أمن أن ندخل معه مثلا في حرب لا أمن في هذه طريقة كيف أمن ربما لدي حرب إلكترونية حرب إعلامية وأنتم تفرحوا بأن المخزن نقطة ضعف ونقطة ضعف المخزن حاليا هي المواقع التواصل الشمائية نقطة ضعف لديه لأنه يكون واحد رأي عام يكون رأي عام يتبع روتيني اليومي وعزيز عليك شيء البرنا يمكن الترويض رأي عام رأي عام يمكن تلعب به هذه هي أكبر نقطة ضعف عند المخزن حاليا وهذه هنا يكمل السر لأن هذا إنسان سلطاوي الذي يعيش في المخزن وكذا هو يرى إنسان في العياق يرسل سنان وكذا يجب 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 انتقام وكذا يجب 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 هذا أول فكرة هذه المعركة فاز بمعارك ضد المعركة فاز ولكن هذه حرب لم تنتهي يجب يجب هنا لا مشكلة لأن أنت تدخل وكذلك تدخل وكذلك يجب أن تقلص يعني مجاد نفسيا لأن تقلص ولكن في نص الوقت المشكلة لأن تقلص هنا 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 يجب مشكلة بعض المعركة يجب لدينا أدوات حقوقية وكذا وكذا يجب أدوات العلوم من هذا العهد الحديث والتكنولوجيا يجب أن إنسان يكون متكون يجب أن وجد دراس لأن هذا يمكن أي حاجة تعلمتها في القرن أي حاجة تعلمتها في التكنولوجيا تنفعك في هذا المعركة لأن هذا معارضة التقليلي والحراء التقليلي وكذا كل شيء سهلا يعني أن هذا أمر أمر في هذا المغرب في المغرب الغلط هو تنجد دجانة رائع العام ورائع العام تصبحها هو النقطة الضعفة يمكن أن تهرس أي شخص كيف لا يمكن أن تترك السوشيال ميديو أي شخص السلطة وكيف يمكن أن تهرس الله يمكن أن تهرس كيف يمكن أن تترك هذا المغرب عن طريق السوشيال ميديو وموختي تتعاملوا معي أنا مودة تصوروا معي وعندما لدي إمكانيات كافة وعندما رغم ذلك فأنا لازلت تحتار مراسي وتحتار مبالئ وعندما يدع الناس ربما يدع أقل فأنا لن يجب ونحن لا يصبح مخصص من المستوى معه لا يريد أن يجب ولكن نتمنى أن وعندما تكون مرحلة سنقوم وصل إلى ما أقول أنا رأي كثير أصحاب درغ فيلم لا ما نقوله فيلم ترواد من التعذيب الذي تعرض عليه على الرأس الذي اختصبوا في القراءات وشدوه أشخاص وكيف تم تعذيبه هذا هذا مجرد تضع تضع هذا وكيف تضع المعارض تضع تضع إلى العالم هذا أكبر فضيحة تضع في نهاية وكيف لا أعرف ما يجب لأن العراس العديد 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 تعرضوا للتعذيب والسبب هو الحموش الجلاد لا لا يجب الحموش لا يجب محاكمة الأم المؤمنين محمد السادس تقوم بالخطة بالخطة صورة صاحب مالك تخرج في القرن 21 يقول رسول الله كيف تخطب على حمار أو قطاع لا فهمت كيف رسول الله كيف رسول الله هذا الذي لم تفهم لي بطاة إلى يومنا لا احترم العقول للناس لا لديه اعتبار لا 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 لديه رسول الله و قد خرجنا من الجهة الأصغر إلى الجهة الأكبر لا يجب الإرهاب الدواعيش في هذه البلاد لك هذا مشكلة لا مشكلة و كيف أريد أن احترمك لا تحترم المخزن لا يحترم دكاء المغاربة الناس الذين عارضوا الذين لا يحترم الدكاء و يزيد الحق لأن لديه سياسة هو التهميش حق مخزن يعمل يعمل يجب من المجتمع يجب يجب إضافة تحرم تحرم يجب أنه تحرم يجب تحرم يجب 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 لا يجب 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 لا يجب هذا يحكم المخزن وهذا يجب يستمر في الحكم لأن لا يجب أن يجب أن تكون معه أو عادو أو معه يعني أن المخزن هو التعريف الحقيقي يجب الاستسلام يجب أي إنسان يدخل يجب 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 لا نحن لا نحن لا يكفي أن يجب أن يجب ومتلك من الشجاعة لأقول كلمة حق ولي أفضح لا أفضح فهذه رسالة لا أعرف لي لا لا نعيش بخير سمنا كل لا يجب 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 أن يجب 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 أن هناك مغاربة عجال يعني لا يجب أن يجب وفضح المخزن وأن الأفكار تولي إلى الثقافة المسيطرة هذا هو المشكل لأن الثقافة المخزنية المسيطرة في البلد على العقول وعلى النفوس تذكرني في الفترة كان جينكي سخان كانوا كانوا يخافون أنه لا حكام المشرك ولا الغرب وكل كانوا مجرين كانوا بغداد كانوا مجرين ولكن جينكي سخان لم يكن لديه جيوش كبيرة ثم كانوا في أي منطقة كانوا يتكفي جريمة مروية حتى أن الإشاعات تولي في تولي دور الإشاعات الجرائب لا في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب وإذا قبل أن يصل إلى هذه المدينة التي ستجمع عليها تكونوا نازل هذه المدينة أصلا دخلهم الخوف ومستسلمين أصلا نفسيا مستسلمين ومتقبلين لأنه هو الذي سيربح ولكن قررته على البلاسيبو في اللغة الإنجليزية كان فهو كان يستعمل هذه المسألة هو أن تنشر إشاعات الجرائم التي ترتكبها فهو أن تصل إلى إشاعات الدول والذي والذي يخافه إذا في حضور ومجيء قلعة أو مدينة يكون الجيش أصلا مستسلم في قلبه الخوف كذلك المخزن هو نفس نفس السيستام يجب أن تزرع الخوف تقعفة الخوف يجب أن تزرعها في الشعب ونحن ضد فكرة الخوف لأن الخوف من ماذا؟ الخوف من الموت؟ ليس الخوف بأن تقول لك سيتموت سيقتلوك سيفعلوك 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 ولكن أخو ما أقول لك أنا أفضل أن أموت في معركة على أن أموت وأنا أتبول في فراش نحن هنا نحط لك قبلها لا تقبلها ضبر رأسك في حياتك وأصلا لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد الحياة لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد سواء إنسان يتعيش في حياتي تقصير ولكن بالنسبة لي أنا كشخص تفكر في العملية البلاسيو ما هي البلاسيو؟ هي أنك ديما لا تفكر في الخسارة ولا تفكر في الهزيمة لا يوجد ما تحطم في دماغ هو أن أي معرك تدخل لها يجب أن تتكلم لها أي شيء يجب أن تتكلم لها ودائما لديك الخيال لديك الإما الإماجيناس لديك ودائما لديك ودائما تنتصر لأن هذا الميكانيزميات من الكون تعمل هذا رغم أن أنا كإنسان لدينا علاقة لدينا علاقة كلام غريب جدا ولكن علميا كيف 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 تطغير كيف كراب اليوم و полож جدا كيف ياب كما فأتي أنا أنا أرجع للموضوع دينا كما قلت لكم أنا أعرف أن تصور معي الصفحة اليالي غادم جيدة هذه الصفحة التي فتحناها أنا أغلقه صفحة الأخرى ليس مشكلة هذه كما تقولون تبلغها 24 ساعة إلى 24 ساعة لا يمكنني تقول لي 1400 مشاهدة لا يمكن كل شيء يدخل يبلغها على اللايفات رأى هما لماذا تسالي اللايفة عندك 1400 مشاهدة ولكن يلا تسالي تشوف 1400 مشاهدة في نفس الوقت تتلقى أن اللايفة يتمنى لماذا تحجب المشاهدة لماذا تريد ما تقول لكم ما تحرم هنا ما تريد أن أمتي منعها حتى من فمتيني حتى من تعبير ما تريد أن أمتي من تعبير ما تريد أن أمتي ولكن أنا لديهم حسابهم سأعطيكم حسابكم كامل بدون نقصان هذا هذا التكلباويت لأنكم تبلغوا على الصفحة سوف نفضح دينكم لا أعني أن أفضحكم بطريقة بطريقة التي تفهمها لأن بعد ذلك لا تنصفت بعد ذلك لأن الناس يفهموا لا تتعامل معي كدولة لا تتلعب ولكن لا تتحمس دولة لا تتغتصب لا تتحرك لا تتحرك لا تتحرك الجزائر الجزائر مؤخرا كان المعتق الذي خرجوه هناك شخص قال تعرضوا التعديب وكانت تعرضوا للتعديب نقول أنه كانت تعديب في الجزائر لا تتحركوا من الحبس ولكن لماذا لأنهم لا تتحركوا شيء يعني 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 وربما يعني مشاكل لا يوجد معلومات لكن في المغرب جميع المعتقنين تعرضوا للتعديب تعرضوا للتعديب كيف يقلق الديو الزواطة في المؤخرة يعني 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 بعض كل الملك يعني يعني علىстро تصوره معي هذا هو النظام لكم هذه عني في جزائر عندما تكون مشكلة كبيرة العياشة الخمز يأحقار مع انجابات البشرية هم العياشة هم السناد الدولة المخزنية بهم لكي يعيشها بلا بهم لا تساوي شيء رغم الأسلحة التي كان المخزن لا يساوي شيء سنوات الرصاص تفضح المخزن صار يسال الفيلم أما هذا يأخذ ويقوم بحل السورية لا يقضي عليها لا يوجد شجاعة لكي يقضي لأن النهاية النهاية هي المحاكم الدولية هي الإعدام لمن يقتلوا الشعب المغربي أو يقتلوا الشعوب فانتهينا من هذه الأفلام هذا المخزن ما يسمى السلحولية كما قلت لكم تعليم لا يمكن أن يطلق سجناء الحركة الرئيسة لا يمكن أن يطلقهم لا يمكن أن يطلقهم لأنهم سوف يفضحون ويقضوا الأشخاص الذين أعرفوا أنهم أدريسوا خرجوا ولكن بيناتهم مع المخابات ونظام أما هؤلاء أما هؤلاء أما هؤلاء أما هؤلاء هؤلاء لا يمكن أن يطلقهم لأنهم سوف يفضحون والتعديد وأولا صحبي تصوروا معي الناس الذين يقوموا بإقلاف على الحسن الثاني وبالقرطاس وكذا 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 تصوروا معي هؤلاء في هذه الدكتاتور لماذا نقول لكم الدكتاتورية مولاة الخلقاء محمد الستق الدكتاتورية خطيرة جدا أخطر من الحسن الثاني لأنها ناعمة وتصوروا معي بأن الناس الذين خرجوا في حركة الرئيس لا يطالبوا تغيير سياسي خرجوا بمطالب اجتماعي لأننا بنا هذا معي فهمت دائما بنا تخرج يحتاج تأتي شيء واحد منه ما رئيس الجامعة أو رئيس الجهة أو شيء برلماني أو شيء وزير يقولون هذا صعب في حالكم سأقدم لكم مسئلة لا تسهلوا سأرى كيف نحلوا هذه المشكلة صعب لا تزيد معي سأقدم المشكل صعب برساة أنا يلمغزن والناس يعني 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 ما كيلات غير ما أنهم داروا عجل للناس الذين كانت تحتاج له ولكن نعرفوا القالب الملسل إذا كنا نحن يعني يعني وعد بنعد المالك بأنه يتعاملوا مع المالك وباشر لا يتعاملوا مع هذه الوساطة من المالك 50 كلاب والدكاين فضحوه فهو انتقاما منهم يعني عشرين نعم وتصور معي زفزافة يتعاملوا أصحبي بحل شدين إرهابي وعدبوه والضرب الذي كان فيه وعرهوا وتصوروا معا ما كان هناك شيء في هذا البلاد تصوروا في الجزائر ومن أنهم خرجوا يقولون إسقاط مطفلاقة وما عدبوه وما داروا له يقولون ما هو أحقار نظام في المنطقة يقولون فعل ما يخرجون المغاربة وقالوا إسقاط نظام وإسقاط المالك الحساس الفاسد الجباب مغرب أموال شعب مغربي كن رو الله والذي لا تنفس في هذا القصر والله بابا هذه الكارديولوجيك تجيل والله يتسكت البابا القلب كما في حركتها الشم فبراين لم يستطع التنفس في الخطابات كانت يخطب الحمار وتعبوه ولا تنفس والعياشة خرجوا مالكنا ولا تنفس ولا تضحك لا تنفس لا تنفس لا تنفس لا تنفس شعب والجل والناس غالبية شعب العزيز غير أطفال الذين قدروا لديهم الريبورتاج مؤخرا لذلك أطفال مغرب أطفال مغربة تذهب في الحار لتحرق الملدي تصوروا معنا هذه إنجازات محمد السادس وأحد أطفال قال لهم الملك خطار قال لهم تشفر قال لهم الطيف المغربي لكي أقول لكم أنا باقي عندي آمان في هذا هذا لأنه تفضح رغم أن ترى هذه الزوبة الإعلامية غالبتها 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 كلها فوق كان واحد نسبة قليلة التي تدافع فعلا على المالي والتي هي 50 يا إما مستعفزة يا إما مقلوب على المال القفاء يا إما شيء واحد في الدولار المخزانية يتوكلها وتشربها وخصى ضرورة أصبحت أصحاب غمصين والتي وكثيرا وكثيرا لماذا يتوكلهم الأفتاة أما الغالبتها التي تدرون العملية كلهم يعني كلهم يعني حسابات ومية وفترة لا أسس لها يعني في الواقع للعالم يعني ما كناش ف أشعر لذلك عندي آمان المخلة لا تدرون محمد السادس هذا هو الفعلة ببيدوفيلي اقتصح المغربي المخابرات هربت واحد قوتي اقتصح بطاثرة يجب أن نعود جميع لتدخل الريوز وطنية وطنية الحمير لا يمكن أن تقول وطنية صحبة لا يمكن أن يكون اللعبت نظر وطنية وتمارس للجرائع في الشقة اقتصح مرحة ونطلب لا يمكن تهدر على الوطنية والباتريوتيزم والتخرب هذا فتحيش في ضل نظر مخزاني احتلالي غاسب المسقبة ل�طفال المغرب والبنات المغرب لا يمكن لذلك أنا أقول لكم في قضية الصحراء الغربية المحتلة طعا هو ظالم غاصب لحقشا إلا أن الشعب الصحراوي لم يستسلم لم يضع السلاح للأرض ظل يناظله ناظره دبلوماسيا وكل شيء هذا الشيء الذي يحرج المخزن هنا تضع قوة المخزن القوة الوهمية خمسين ألف مقاتل من البوليزاريما لديه جيش بالعوتاد وكذا وكذا هو الذي يطلب وقف يطلق معنا تصوره معنا والقادم أعدم وسميته بالنسبة للتكلفة من هذه الحرب التي تصدر المخزن لماذا يدفع تمانيها أولاد الشعب أولاد المخزن كاملين في البلوات لماذا يجب أن تصدر المخزن وناسًا الساطور المخزن لذا كان مخزن فكذا لديه حرب كذلك لديه مخزن كما لا تصدر المخزن ما هو الد �oise? ما كهته؟ ما مقارية او ما قارية؟ لا مقارية لا تصدر المخزن أو ما تصدر المخزن ما هو ذلك؟ ماه ندفع هذا؟ كما تصدر المخزن ما تصدر المخزن مخزن لذلك الجندي الذين لم يتصحف هذا يزيد هذا المال سميته قارئة 3000 درام هذا بالنسبة للتروة ماء لذلك تروة ماء تحبسوا على المال 3000 درام 50 هذا هو المخزن هذا هو المخزن هذا هو المخزن وبالطريقة هذه سيحكم أجيال سيزعفهم قادية الصحراء ما الصحراء ما خضراء ما بيضاء وهو الأبناء سيحكموا فيكم ويقلسوا في المكاتب المكهية ويأخذوا المناصب والتروة والسلطة والجاء وكذا وانتم كشعب ضايعين وانتم كشعب وانتم كشعب في المستقبل وانتم كشعب وانتم كشعب وانتم كشعب وانتم كشعب لا يمكن أنا سأقول لكم ما هو هل يمكن أن قيمة الحجر أكثر من البشر؟ إذا كانت دولة قيمة الحجر أكثر من البشر فهذه ليست دولة الواجب أن البشر لديه قيمة على الحجر هل تعلم؟ فما بالك أنت كمغربي لا لديك قيمة كإنسان لا تتعيش كإنسان لا تتعيش لحقوق لمواطنة الأول هل تعلم كل شيء لأنهم يصعبوا لك المهمة في حياتك أنك تتعيش كمغربي وتتعيش مع الدم منذ أن حالة الطفلات التي خرجت إيمان التي اغتصبها لها وعطوها تصورها معي كون شيء واحد اغتصب بنت المالي كيف يعطوه؟ إعدام ينتهى وكان لديك بنت الشعب ولماذا يمسؤل المخزاني اغتصب لي شيء واحد بنته قاسع صغيرة يالله عندها 13 عام نصر عام ماذا كانوا يفعلون ماذا؟ تصوروا إيمان الشعب اغتصب وعطوها وعطوها وماذا يغتصب الطفلة وعطوها عام وعطوها في وقت وانا يتشعروا وعطوها وعطوها ويأتصب وكيف يحصل ويتشعروا وكيف يتحدث ويأتصب وماذا تقول ويجب أن تدخل الطفلة إيمان والشيء التي ضررتني أكثر أكثر يجب أن يقولون لي أنه ليس وطعاً وخصصاً الطفلة إيمان ليس تدامن معها غير المغاربة تدامن معها غالبية الشعب السحر ويجب أن تدامن مع الطفلة إيمان لأن الكرامة الإنسان مهمة لأي إنسان كيفما كان في العالم الكرامة وشرره مهمة لأي إنسان أي حاجة تتحدث للشيء إنسان يعني خائبة وكذا إلا أي إنسان تشعر بأنه يقول هذا محزين ومؤسف ماذا نقول لكم؟ فهي يمسكينات إيمان خرجت ما قلت قلت لهم بأن أنا قلت لهم فهي يمسكي من نهارة تزادت في البلد لا يمسكي بالسعادة ولا بالأمن والأمان هذه الطفلة قالت لله درادي وقالتها هكذا فهي يمسكي من نهارة تزادت وأنا في تمارة والبعث والعادة وقالتها إنجازات محمد السادس وهذا الفتاة تزادت في سنة 2008 على ما أظنه إلى 2007 فقالت محمد هذا محمد أمي المؤمنين الذين يدعون معنا بقمعه فما أقول لكم فهذا يعني لا تجيش أنها تضعني الدروس في الوطن إلا أننا نقدسوا شيئا حاجر نقدسوا الإنسان نقدسوا حقوق الإنسان نقدسوا كرامة الإنسان نقدسوا الحاجار نقدسوا الحاجار نقدس الحاجار يمشي في تايلوند أو في الصخرة يبدأ أصناعهم يدبره أما نحن نقدس الإنسان هذه الصورة معيارة أهم يعني تروى تكتسب أي دولة ناجعة تروى البشرية لا تروى الأرض ولا تروى كذا وكذا أهم تروى هي التروى البشرية اليابان لا تروى الأرض وصنعت المجد وأنا أقول لكم أن المخزن أخطر من القنابة النووية التي ضربت اليابان أخطر منها ما زال إلا ضربت قنبلة نووية تصمر الحياة وتصمع ومخزن ومخزن ضرب الشعب المغربي في التعليم في التعليم في لكن لهم يعني غسل أضمها هذه أكبر جريبة ترتكبها في حق أي شعب ومخزن أنا أقوم بأنهم دائما تجوا يدرون لي هذا اللايف وصفحة التي تجمع لها ولكن سنعطيهم حسابهم يعني ربح الفيديو سنضع هذا الأسبوع هذا كيف هذا الأسبوع سنضع يعني في أقرب وقت سنرى يعني سنحرك الآن في قضية المختفية سلمة البناني كيف الأميرة سلمة البناني كيف هذه الأميرة التي اختفت لم نعرفها نريد أن نعرفها نريد أن نعرفها ضروري نريد الموضوع للأميرة لأننا مشكلة أين هي يجب أن تكون وليس أن تكون تصورها لا 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 جدًا لأنها مباشرة كيف تحدث مع شخصية تحدث مع شخصية وسطون وكيف تصريح أخزني محتف سم Village أنا أخزني لقد أخزني لا يزال الحيوان يقدر فيه الرحمة والرعفة الآن نضغل مخزنة الأسلوب ونحتق الكلب تعبوه فأنا أعرف لماذا؟ لأن هذا هو الأسلوب الذي نعمل معه ونحتق الكلب وماذا تقول لك أن يصدق الكلب تحياتي يا أخي اليوم محمد كما قلنا لكم الأخوة بالنسبة للأسلوب تحياتي الجميع وتفعلوا مع أصحابكم ونفتو الأصدقاء لكم في غدا يوجد حوار مع التلفزيو الجزائري على الساعة السادسة مساء التلفزة الجزائرية الوطنية يعني الرسمية سنتحدثوا في الاجتماع لدار الرئيس الجزائري حول قضية الصحراوية مع ما يسمى بالسلم والأمن الإفريقي وكذا ونرى الانتصارات الدبلوماسية للشعب الصحراوي على الصعيب الإفريقي قلنا نضرب الموضوع وقلنا نتركوا طبيعية الحال إلى حقوق الإنسان لا في الصحراو الغربية ولا في الداخل المغربية المهمة ليس تكون مهمة جدا ولو تتابع اللقاء سيكون مباشرة في التلفزيون الجزائري المشكلة المخزن المخزن لا تقول مخزن كلب بل هو بغل واتا بغل راب بغل بزاف عليكم بغل المخزن مازل فمثل الفاضلات تستفيد منها الأرض والبغل يعني يساعد الإنسان وكذا فالمخزن لك لم أجد الوصف من غير أنه مخزن حق عيارة مخزن أحرى لم تتهمني مخزن أحرى لا 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 تقولون أن أولاد الشعب الذين دخلوا المخزن نعم لكي تفهموا المنظومة لأنه نار يخرج الشعب يحتاج الناس من الداخل يساعدون وكذا أولاد أصبحت أنا لا أعرف مولة الخلخال هي رئيسة القوات المسلحة الملكية قال البارح قرأت واحدة مسألة قال الجامعة الملكية للفنون القتالية أفتيخ خريل ماذا الجامعة الملكية للفنون القتالية عندما تقولون الجامعة الفنون القتالية لا زمامة ملكية المعد الملكية للغة العمازيغية مهد 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 المعد الملكي للفرصية مهد المعد الملكي للصباق يعني الحامير ماذا صعب لديك ملكية المعد الملكي للفرصية يصعب ونطلبوا يسوى بمعارضة أوسانية في أي إدارة ويقوموا بتصوير مجددا ونطلبواها في طوالتات المغرب ثم يدخل شقة النظر الوقت في كمعات المال صعب هالشي اللي يبقى عليهم يعني يديروه باش تكمل القادية ولكن هو مقدس لا يستطيع يعني ان يدخل الى اه انا عالم المرض تنقول ربما هي شيء ظنه بانه لا يدخل الى القوالات ما تقديش الحاجة دياله ما يكون الله يحزاق يعني لا يجوع ربما بسبب يعني ورقنا لكم محكمة الاوروبية سبق وان حكمت في قضية اه في قضية التجارة اه مقارب في قضية الصين المحرية والفوسفار تدين المساعد اظن ان هذه اكبر ضاربة المخزن لان اوروبا كلها ما قبلش يعني الاعتراف الامريكي للصحراء الغربية اوروبا بكل جمعيات تصور جمعيات انا عايش في اوروبا وتنعرف عدة جمعيات واكبر جمعية داعمة في القضية الصحراوية رغم ماتت ماتت كلهم جندوا وتصور هذه الجمعيات كانت مجندة يعني للدفاع على الشاب الصحراوي قبل الاحداث اللي شفناه مؤخرا لا في القرقارات كان هناك تحرك للتعريب اللقائي الصحراوي قبل الاحداث حتى انني كنت فهم جمعيات يقولها اكشن اكشن اللي انا عضو فيها الجمعيات تتعرف بالمعاند للشاب الصحراوي وتتعرف اللقائه والشاب الصحراوي وعندما حضرنا الاجتماع وهذا كانت تقريبا شيء ما نقول لك شيء 8 شعور 7 شعور هكذا فالصنات ما جاءوا الكلاب الصفارة المغرب جاءوا ينسفر اللقاء الذي يحضروا الكلاب الصحراوي والحصار الذي تعيشه مدن صحرا الغربية المحتلة خصوصا مدينة العيوب فشان قلوا يدخلوا وبدأوا يريدون توزيع بعض الأوراق للحديث حول القادية الصحرية والصحرا الغربية مغربية وكذا وكذا وبدأوا تحضروا معهم اللقاء قالوا ما يمكن انتصفونا اللقاء لا يمكن تحضروا لها قالوا نحن نعيش في دولة ونحن نعيش في دولة ديمقراطية قالوا نحن نعيش في دولة ديمقراطية لا يمكن ديناك يعني هو يعتالي بأنه كان في المغرب والله كل شيء كذلك فشان قللكم بدأت العيشية تسنطح مهمة في الجبهة قالوا لا نحن نحق وكذا 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 فهو يخرج الرئيس الجمعية لأنه عندما يخرجوا يتصلوا بالبوليس قالوا قالوا العيشة يجمع الوقفة العيشة يجمع الوقفة يعني يسبقونهم يجمع الوقفة لا أقول عيشة كانوا مغلوبين ولكن أدركوا يشتغلوا مع الصفار فأجل السنة لا تنحق تنكرك على بابهم الكلب لأنه فعلا يعني يعني حمير فأشان أظن بأن أوروبا يمكن تنصف يعني أبتل المجتمع المدني في أوروبا كله يدعم القادية الشاب الصحراء جميع الجمعيات التي تتحدث على مغربية الصحراء وكذا كلها جمعيات مخزانية وغالبيات تتلقى فيها جديد الأعضاء ومع ذلك ومع ذلك المغربة التي تقود عليهم مصالحة أنهم ديور في المغربة يجمعون هنا ويخرجون الساحة لا يعطونهم تدرق القوات ويقولون أنهم يرون أنكم تدافع للصحراء وكذا هناك موقع في باريز ومع ذلك فالمهم ربما يقول لا صحراء مغربية أولا ربما يجتمع في أوروبا لا يقبل مسألة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية هذا يدعونها يعني لا يمكن بسيادة المغربية رغم المصالح التي تجمعها فرنسا مع المغرب فرنسا لا يمكن موقف هذه المسألة لأن الكحار الأوروبي ككل من الشمال من دول الشمال إلى الجنوب إلى الغرب إلى فرنسا إلى الشرق كلها تعتري بأن الصحراء الغربية محتلة من طرف المغرب لا يمكن أن هناك صحراوية ناضي وجبهة البوليزارية تدافعه على استقلال واستكمال الوحيدة الوطنية للجمهورية الصحراوية الديمقراطية لكي أقول لكم هذا المشكلة بالنسبة للمخزن هو الاعتراف أمريكي أولا قال لي أمريكان تعترف ولكن أنتوني بلينكين قال لي وزن الخائجي الأمريكي قال لي أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس الأمم المتحدة تسمع زينا العيش الأمم المتحدة نحن كأمريكا قال لي ندعم جهود الأمم المتحدة في تسوية هذا النزاع في الصحراء الغربية لم يكن مغرير في الصحراء وحن أصبح أصبح لا أصبح تدوين ترامب وقال ترامب وقال تدوين ترامب سأخبرها المحكمة الأوروبية وقال ترامب سنينه على الصحراء سيضربك بها القائد أو سأخبرها حياتها من ثم المستشفى المجانيين تحياتي لكم ودعموا الصحة أضيف أصدقائكم نرى الجديد جاي يعني شيء حجم جيدا فهنا ننتهي في هذا اللايف هذا تحياتي لجميع ونلقاكم مرة أخرى فلاي جديد ونلقاكم جديد تشاو